السعودية لن تسمح بحزب الله على حدودها والحرب في اليمن ستستمر للحؤول دون تحول الحوثيين إلى حزب الله جديد على الحدود الجنوبية للسعودية وذلك بحسب ما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع وكالة رويترز أن حزب الله المدعوم والمسلح من إيران أصبح قوة هائلة في لبنان وسوريا بسبب الدعم الإيراني وأن الحوثيين قالوا مرارا وتكرارا أنهم يتلقون الأسلحة والتدريب من إيران الأمير محمد بن سلمان قال أن خطر الحوثيين وإيران في اليمن ليس مقتصرا فقط على السعودية بل يطال العالم بأكمله خاصة مع ما يشكلونه من تهديد على خط الملاحة الدولية في حال سيطرتهم على مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية العالمية سنتان وسبعة أشهر مضت على انطلاق عملية عاصفة الحزم لدحض خطر الحوثي وإعادة الشرعية في اليمن والحرب ستستمر وفقا لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد أن من أهم أسبابها منع حركة الحوثي المسلحة من التحول إلى جماعة حزب الله أخرى في الخاصرة الجنوبية للمملكة الأمير محمد بن سلمان وفي ذات السياق أشار في تصريحات لوكالة رويترز إلى تلقي تنظيم الحوثي سلاحا وتدريبا من إيران أسوة بحزب الله في لبنان ما يبرهن خطر الانقلابيين في اليمن بل وخطورتهم أشد لأن اليمن مطلة على باب المندب فإذا حدث شيء هناك فهذا يعني توقف عشرة في المئة من التجارة العالمية وهذه هي الأزمة الحقيقية وفقا للأمير محمد بن سلمان وبالنسبة لأزمة الدوحة قال الأمير محمد بن سلمان إن مشكلة قطر صغيرة جدا 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 ولا تؤثر على الاستثمار الإمارات من جهتها أشادت بالدور الذي تقوم به السعودية وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إن الرياض تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية في إشارة لما أعلن عنه ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان محمد جمال العربية تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول الحوثيين وخطورتهم أتت متسقة مع صرامة المملكة وحلفائها في درء أخطار عن حدودها وأراضيها بل وعن المنطقة برمتها وجعل اليمن آمنا مستقرا بقيادة شرعية معترف بها كما يؤكد مسؤولون يمنيون فالحوثيون ذراعوا إيران في اليمن استولوا على صنعاء في سبتمبر عام 2014 وبعد تظاهرات مطلبية استنفرهم إليها زعيمهم عبد الملك الحوثي ولم يكن لهذا الانقلاب إلا أن يحول اليمن إلى بلد مفكك تسهل سيطرة إيران عليها فتدير مفاصله وتستولي على مقدراته عبر ميليشيا الحوثية كما يرى مراقبون رغبة في إرساء الهلال الإيراني ونشر ثقافة الولاء لولاية الفقه بهدف زعزعة أمن المنطقة ومن هنا بدأ التمرد الحوثي يتصاعد عبر انتهاكات بالجملة بإعاز ودعم مباشرين من إيران التي دلفت إلى العراق والسوريا ولبنان وأرادت اليمن فشكلت والميليشيا الانقلابية خطرا حقيقيا على السعودية والمنطقة كما يجمع محللون والسياسيون وحاول الانقلابيون ضرب مناطق المملكة وقبلة المسلمين مكة المكرمة بصواريخ باليستية اقتنوها كما أثبتت وثائق وتقارير من إيران وساعدهم في تشغيلها والتدريب عليها الحرس الثوري الإيراني كما استعانوا في عمليات التدريب والتخطيط بميليشيا حزب الله وفق ما أظهرت وثائق بصرية وغيرها معي من القاهرة الآن لمزيد من المتابعة فياض النعمان الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية سيد فياض أهلا وسهلا بك هل الخشية في أن يتحول الحوثيون إلى حزب الله جديد في اليمن هي خشية حقيقية وفي محلها طبعا الحوثيين وتحديدا الميليشيات الإنقلابية حاولت من خلال الدعم الذي تلقوه من إيران بأن يتحولوا إلى نسخة أخرى من حزب الله في الضاحية القنوبية للبنان ولتحقيق أهداف تملع عليهم من ولاية الفقيهم حاولوا أن يستنسخوا هذه التجربة وإرساءها على المجتمع اليمني لكن نلاحظ بأن المجتمع اليمني رفضها شعبا وحكومة وأيضا كإقليم من خلال الأحداث التي تسارعت والتي حدثت من بعد سيطرة الميليشيات الحوثي على العاصمة الصنعاء في ستمبر من عام 2014 وبالتالي المعطيات كلها تؤكد بأن هذه التجربة هي مرفوضة والمحاولات التي تحاول إيران بس سيد فاييران بس سيد فاييران أنت برأيك هل حركة الحوثي تمتلك من القدرات القتالية اللوجستية العملياتية الكادر التنظيمي لتكون نسخة طبق الأصل عن حزب الله اللبناني أم لا الحالة اليمنية مختلفة تماما عن الحالة اللبنانية ولا يمكن استنساخ هذه التجربة هنا طبعا بعد أن اقتحملت الميليشيات الإنقلابية العاصمة صنعاء وفتحت خط مباشر مع طهران من خلال التزويد في الأسلحة والدعم في المدربين وأيضا بالخبرات حاولوا أن يكتسبوا الكثير من تلك القدرات بأن يتحولوا لكن بقدرة وإرادة الشعب اليمني وبدعم كبير من دول التحالف العربي تم إسقاط ذلك المشروع وهو ما ترقم من خلال النتائج الحقيقية التي ترقمت في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ودحر الإنقلابين من كثير من المناطق التي تغنت بها الميليشيات وحاولت أن توهم إيران وولاية الفقي والحرس التوري بأنهم سيطروا على كثير من المراكز الاستراتيجية والهمة في اليمن أيضا برأيي بأن الحوثيين ومن يعمل على تمويل تلك الجماعة أو الأدوات أصبحوا على دراية واضحة بأن استمرارهم بغيهم سيد فياض هل ما زالت الأسلحة تتدفق إلى الحوثيين وكيف؟ هناك حصار بري وبحري وجوي طبعا بالنسبة للتدفق الأسلحة إيران وأدواتها تحاول ميرانو تكرانا بسبب امتلاك اليمن لشريط صاحلي كبير تحاول أن تزود تلك الجماعة الإنقلابية بالأسلحة عبر القوارب الصغيرة بسبب وجود الساحل الكبير للجمهورية اليمنية والممتد من ميدي إلى حدود سلطنة عمان وبالتالي محاولة الرقابة بشكل واضح بشكل كبير قد يعطي تسرب عدد من تلك القوارب الصغيرة التي تعمل على إنجاد الإنقلابية بالأسلحة في المقابلة مع وكالة رويترز الأمير محمد بن سلمان يقول أن الحوثيين يشكلون خطرا على العالم في حال سيطروا على معبر باب المندم ليس خطر فقط على السعورية هل لدى الحوثيين القدرة فعليا على السيطرة على باب المندم وباختصار طبعا ليس لهم القدرة بعد أن أحكمت قوات التحالف وعملت على دحرهم لكنهم يعملون على اتخاذ باب المندم لعمليات إرهابية من خلال استهدافهم للقوافة التجارية أو البارقات المعنية بالاقتصاد العالمي من خلال العبوات الناسفة أو استهدافها بالصواريخ الحرارية التي تم استهداف كثير من البارقات التي تمر على باب المندم وهو مؤشر خطير أيضا فيقب على القائش الوطني وبدعم من التحالف أن يتم إنهاء تلك الأعمال الارهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي في تلك المناطق الهمة والاستراتيجية التي تعزز من الاقتصاد العالمي بشكل كبير من القاهرة فياض النعمان الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية شكرا جزيلا لك نصرة المساء مستمرة فيها أيضا تقدم جديد للجيش اليمني في الجوف يضعه على مشارف محافظة صعدة تقدم جديد حققه الجيش الوطني اليمني باتجاه صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين سجل هذا التقدم في منطقة خب الشعب بين الجوف وصعدة ومن شأنه التعجيل في اتصال جبهتي القتال في هتين المحافظتين اليمنيتين التقدم الذي نجح الجيش اليمني في تحقيقه على حساب ميليشيات الانقلاب بدت نتائجه واضحة من حيث تقلص المساحة الجغرافية الخاضعة لسيطرتهم كل الطرق تؤدي إلى صعدة شعار رفعته قوات الجيش الوطني اليمني التي تحقق يوما بعد آخر المزيد من التقدم في محافظة الجوف الحدودية المجاورة لصعدة معقل الحوثيين مصادر عسكرية أكدت أن التقدم النوعي الذي حققته قوات الشرعية في عملياتها العسكرية خلال الأيام الماضية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف سيمكنها من الالتحام بجبهة البقع بصعدة وهو ما سيضيق الخناق أكثر فأكثر على المتمردين الحوثيين الذين خرجوا من هذه المحافظة باتجاه صنعاء للسيطرة عليها والانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 بتنسيق وتعاون من حليفهم الرئيس المخلوع صالح ودعم إيراني وخلال أشهر قليلة انتشر الحوثيون للسيطرة على البلاد قبل أن تأتي عملية عاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل لتغير قوانين اللعبة وموازين القوة على الأرض وبعد أن نجحوا في السيطرة على معظم المحافظات اليمنية خسر الحوثيون خلال عامين ونصف العام مساحات كبيرة كانت تحت سيطرتهم بل وأصبحت قوات الشرعية في مناطق نهم القريبة من العاصمة صنعاء إضافة إلى صعدة التي باتت هدفا لقوات الجيش الوطني معنا من جد المحلل العسكرية الدكتور علي تواتي أهلا بك دكتور علي معنا في نشرة المساء هل دخل اليمن عسكريا مرحلة جديدة مع تأكيد ولي العهد السعودي بأن الحرب مستمرة؟ المؤشرات يعني في الأيام الأخيرة أو في الفترة الأخيرة تشير أن هناك ضغطا بريا من جهة الشرق صنعاء شرق صعدة باتجاه العاصمة صعدة أيضا تشير إلى وجود ضربات إجهاضية في مخازن الأسلحة في صنعاء تقصف قصفة بالأمس أيضا هناك قصف في خطوط الإمداد في عبس في صعدة نفسها على أهداف هناك عمليات نوعية تتم عبره دكتور علي رغم الحصار وتضييق الخناق على الحتيين ما زال هناك طرق إمداد إيراني لديهم هل من ألية ربما جديدة؟ طبعا تسترين عن طريقة وصول الأسلحة إلى نعم كيف يمكن قطع طرق الإمداد؟ أولا إضافة لكل ما يشير للمحللون من ضرورة تدقيق والحصار وإلى آخره ما حصل بالأمس من إعلان عدد من المتعاونين مع القاعدة وداعش لا تنسي أن القاعدة وداعش الآن مع الحوثيين في خندق واحد ووجود متعاونين محسوبين على التحالف كالذين أعلن عنهم الذين أعلن عن بعض أسمائهم بالأمس هذا من أخطر الأمور الحقيقة أن التحالف يؤتى من ظهره ومن داخله بأن هؤلاء حينما يستلمون الأسلحة التي تهرب من أي جهة من أي منفذ بحري يقومون هم بنقلها أو تسهيل مرورها إلى الحوثيين فنحن الآن بدأنا مرحلة جديدة في قطع طرق الإرهاب بأن نكشف المتعاونين ونكشف المستفيدين من وجود الحوثي وهذا الحقيقة تحول جوهري سيؤدي إلى تقليل إمكانيات أو تقليص إمكانيات وصول أسلحة جديدة أيضا القصف المستمر على عطان في صنعاء مخازن الأسلحة الرئيسية هذا أيضا له دلالة ماذا عن باب المندب الاستراتيجي؟ هل لدى الحوثي القدرة العسكرية في السيطرة عليه خصوصا مع هذه النداءات السعودية والحكومية اليمنية أيضا؟ الحوثي يمكن أن يسيطر على مضيق باب المندب والجزء الذي يحاذي اليمن من بحر العرب والذي يحاذي اليمن أيضا من البحر الأحمر إذا ما تمكن من السيطرة على اليمن ولكن هنا يأتي دور الشرعية الشرعية تخوض معارك كبيرة وتحشد قواها وتمكنت من حصر الحوثي في القطاع الغربي الآن المطلوب هو السيطرة على آخر آخر النقاط القوية وهي الحديدة حتى لو بتسليمها للأمم المتحدة بحيث تكون تحت شراف دولي أيضا مراقبة الزوارق الصغيرة أعتقد أنه في ظروفه الحالية الحوثي ومع وجود الشرخ بينه وبين علي عبد الله صالح وبدء معارك الكر والفر عبر أحياء صنعاء يعني لا أرى أنه يمكن له ذلك هذا ما عبر عنه الأمير محمد أنه لن نترك له فرصة أن يسيطر على اليمن ويهدد أمننا أو يبني قوة عسكرية سياسية تشبه حزب الله في اليمن شكرا جزيلا لكم من جدة المحلل العسكري دكتور علي تواتي نشرة المساء مستمرة فيها أيضا تيلرسون يعتبر أن حكم الأسد في طريقه للنهاية وأن إيران كانت المساعدة